اشتركوا في القناة احداث رياضية عديدة داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة وتحديدا على صالة الامير عبدالله الفصل وصالة الشهداء استضافت احداث رياضية واستضافت البطولة الافريقية للكرة الطائرة لانسات والاتحاد الافريقي للكرة الطائرة اشهد بشكل كبير جدا على التنظيم والانجاز الرائع الذي اقيم خلال الفترة الاخيرة داخل النادي الاهلي باستضافة لبطولة دولية باستضافة عدد كبير جدا من فرق الكرة الطائرة علاوة على ذلك الشكل التنظيم والبطولات الرائعة التي نظمت خلال الفترة الأخيرة داخل النادي الأهلي ليس هذا العام فقط ولكن حتى في الأعوام الماضية لكن مع كل بطولة إفريقية دائما الاتحاد الإفريقي بيعطي الريادة للنادي الأهلي إصر هذا التنظيم وهذا الشكل الجمالي الحضاري داخل النادي الأهلي ومن ثم بيتم الاحتفاظ والاهتمام بشكل البطولات الإفريقية للقرى الطائرة وبتزداد عدد الأندية المشاركة في هذه البطولات وخلال الساعات القادمة يستضيف النادي الأهلي البطولة الإفريقية للقرى الطائرة رجال بعدد كبير جدا من الأندية يقترب من حوالي 24 نادي من مختلف الدول الإفريقية والعربية على صالة الأمير عبدالله الفصل غدا الافتتاح وبد المباريات الرسمية مستمرة إن شاء الله لمدة عشرة أيام على صالة الأمير عبدالله الفصل وأيضا صالة الشهداء البطولة الإفريقية للأنسات فازت بها أو فاز بها النادي الأهلي في المباراة الختمية أمام كرطاج التونسي بثلاثة أشواطة مقابل شوت لكن البطولة الإفريقية رجال بالتأكيد النادي الأهلي على تم الاستعداد لألفوز بالبطولة وتحقيق العلامة الكاملة والفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي من السجل للبطولات وسجل الإنجازات مع النادي الأهلي في هذه البطولات كبير جدا وتحديدا خلال السنوات الأخيرة ولمزيد من التفاصيل في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة للإطلالة والحديث عن البطولة الإفريقية لقرى الطائرة رجال بيسعدني وبيشرفني أن يكون معي الكابتن ممدوح إسماعيل نجم النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطن الأسبق في القرى الطائرة وسبق له تدريب عدد من فرق قطاع الناشئين والشباب داخل النادي الأهلي خلال السنوات السابقة كابتن ممدوح منورنا ومشرفنا وكل التوفيق لك يا رب والأسرة قرى الطائرة في النادي الأهلي ربنا نخليك كابتن محمد أنا سعيد أن أكون مع حضرتك وببارك للجهاز الفني للأنسات النقطة العشرة والبطولة رقم عشرة الأفريقية فبارك لمجلس الإدارة والجهاز الفني بكادة كابتن حمد الصافي والعابات وأولياء أمورهم وإن شاء الله نبارك للكابتن محمد مسلحي وجهازه النادي الأهلي على أبواب دخول التاريخ زي ما حدتك تفضلت وقلت أن البطولة هتبقى الثالثة على التوالي وكلامنا تحقق سنة 95-96-97 دي يمكن تاني مرة إن شاء الله نكسب لتالت مرة البطولة على التوالي بإذن الله زي ما قالت كابتن ممدوح 95-96 الأهلي فاز بالبطولة مرتين مرتليتين سنة 2003-2004 أيضا الأهلي حقك الصنعية في عامين مرتليتين والميزة في هذه التوقيطات أن الأهلي عندما فاز بهذه البطولات كانت خارج مصر يعني 95-96 أقيمت البطولة بالترتيب في كينيا وكوديفور 2003-2004 2003 كانت في مصر 2004 كانت في الجزائر أما عامي 2017 كانت في تونس و2018 الأخيرة كانت في مصر والأهلي أيضا حقك الصنعية للمرة السلسة وإن شاء الله المرة التالتة بالتوالي إن شاء الله الأهلي يفوز بهذه البطولة وبالتأكيد فيها فرق قوية وفرق عتيدة يا كابتن ممدوح لكن بشكل عام إجمالا يعني أولا شايف البطولة تنظيميا داخل النادي الأهلي يعني ردود الفعل من الفرق الإفريقية سواء حتى في بطولة الأنسات أو حتى بطولة الرجال بعد وصول الوفود والمشاركة في هذه البطولة ومشاء الله النادي الأهلي في تقدم مستمر بدليل إسناد الاتحاد الأفريقي البطولة بالاستمرار وخبرحتك على أرض مصف على أرض الكنانة النادي الأهلي بقى يعني معجم للتنفيذ البطولات والتطوير المستمر يمكن السنة اللي فاتت ما كانش بيتزاع المتشاط من خلال القناة الأهلية النهاردة بيتزاع النهاردة بيتعمل برومو على شكل جميل جدا وبيتقدم قبل البطولة وقبل كل ماتش للستوديو التحليلي رائع استضافة أنسات النادي الأهلي السابقات وقدموا نموذج رائع مع كابتن خالد العودي حاجة جميلة أن النادي الأهلي في تطور مستمر وإن شاء الله البطولة دي هتشهد تطور وتشهد لقاءات وتشهد استوديوات تحليلية على مستوى عالي وإن شاء الله يتكون بطولة نحقق في الآخر ونحقق لقب الثالث تمام نهاردة وجريت مرسم قرعة البطولة وكان فيه اجتماع فني وكل الفود المشاركة والأنديية كانت متوجدة يعني أبرز التصرحات أو أبرز ملامح هذه البطولة والمستويات الفنية كابتن من دوح والله هنا عدم موجود أندية من تونس وأندية من الجزائر دي السبب تاني على التواني للأسف هم عندهم البطولة الكاسي الأمم الأفريقية في شهر 7 للمنتخبات حتنصبها تونس وبالتالي بيستعد بره في معسكبات خارجية فهو بيقبل البطولة دي هو اللي يهمه كمنتخبات فأعتذر عن البطولة دي لكن هنا البطولة الأفريقية أندية ليبيا ونادي اسموحة والنادي السجوني الكيني يمكن دي أبرز الأندية اللي هتكون على رأس المجميع وإن شاء الله هتبقى المنافسة بينهم ويخشوا المربع الدهبي وإن شاء الله أن دي الأهلي يتوج بالبطولة طيب عدد الفرق المشاركة النهاردة تقسمت خلاص المجموعات وتحددت القرعة بشكل مباشر حوالي 22 فريق بيشاركوا في هذه البطولة على أربع مجموعات يمكن أستعرض معكم المجموعات الأربعة المجموعة الأولى بالتأكيد الأهلي صاحب التنظيم وصاحب البطولة الأهلي فيه المجموعة الأولى معه إنجز الإفواري الأسمنت الأسيوبي الشرطة البيتسواني أهل ترابلس الليبي المجموعة اللاسانية سموحة السكندري جيسا جارا الرواندي جمعة أغندا جندميري المضغشقري اتحاد مصراطة الليبي المجموعة السالسة السوحلي الليبي روكنزو البروندي أولاية ديتشا الأسيوبي السجون الكيني إسبوار الكنغولي فاب الكاميروني المجموعة الرابعة الخدمات العامة الكيني جمعة زينبابوي فاج الهيني منجزة الكنغولي نيمستار الأغندي لساريا الليبي بالتالي مجموعات ما بين متوسطة أو سهلة أو مجموعات قوية من وجهة نظرة كابتن ممدوح يعني أيهما في هذه المجموعات الأربع هو الأقوى هي المجموعة الأولى ضمت نادي الأهل المصري وأهل ترابلس يمكن أنا شايف أن الفئتين دول هم دول إن شاء الله اللي حيتكون المنفسة بينهم على أول وثاني وإن شاء الله أهل المصري يتصدر المجموعة تيجي المجموعة الثانية المصراطي الليبي يمكن هم دول أبرز فرقتين يمكن اتحاد المصراطي بيجي ثالث في الدول الليبي النادي السويحلي هتبقى المنافسة قوية في المجموعة الثالثة وهتبقى إن شاء الله بينه وبين نادي السجون الكيني المجموعة الرابع هتبقى أسهل مجموعة وده برضو هيبقى حظ النادي الأهلي وأهل ترابلس إن هم هيقابلوا في دور التمانية الفرقتين اللي هم بتوع المجموعة الرابع تمام طيب هنكمل الحديث في القرى الطائرة لكن بس في مقاطعة صغيرة نتيجة طبعا الحديث عن موضوع الإحصائيات والأرقام التاريخية والبعض قد يعتقد إن بعض الضيوف لما بيكلموا في الأرقام التاريخية سواء عن قصد أو بدون قصد البعض بيعتقد إن ده بيكون حاجة مقصودة قد يكون فيه ظلة لسان يعني في مسألة الحديث عن إحصائيات البطولات الإفريقية أو الحديث عن عدد مباريات انتصارات الأهل على الزمالك في مباريات الدوري أو مباريات الكاس أحد الزملاء الإعلامين كانت تكلم في هذه الجزئية واعتقد إنه ممكن تكون عن قص لكن زي مننا أحمد سابت المحلل هنا في قناة النادي الآلي كانت تكلم بالأمس عن عدد من الإحصائيات المتعلقة بعدد انتصارات أو سنوات انتصارات الأهل على الزمالك زلت اللسان في الحديث عن مباريات الدوري أو مباريات الكاس لكن نحن بالتأكيد المهنية تقتضي أن نوضح الحقيقة ونوضح التفاصيل الصحيحة في هذا الشيء نحن نهي منها المعلومة تكون موثقة ونتكلم فيها بكل أمانة وكل مصدقية وبالتالي عشان نتكلم بالتفاصيل أكتر في هذه الجزئية أنا بينضم لي على التليفون زي مننا المعلق الرياضي فاروق صلاح هيتكلم عن الإحصائيات والتوريخ بالضبط سواء في انتصارات الأهل على الزمالك سواء في مباريات الدوري أو حتى مباريات الكاس أو حتى المباريات الإفريقية واللي كانت المصار والحديث فيها بالأمس مع زمين أحمد سابت المحل الرياضي في ملعب الأهلي مع الكابتن إسلام الشاطر فاروق أولا برحب بيك وتحياتي ليك وتحياتي الكابتن ممدوح إسماعيل ليك تحياتي ليك يا زميلي محمد وتحياتي للكابتن ممدوح إسماعيل وتحياتي لكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي وفريق النادي الأهلي إن شاء الله في البطولة الإفريقية للقرى الطائعة عايزين نوضح وإذا كان هناك خطأ غير مقصود أو زلت لسان في الحديث على أنها مباريات القمة ما بين الدوري أو الكاس فنوضح الحقيقة عشان الناس تبع عرفة إحنا دايماً بنهتم بالمعلومة الصادقة والمهنية التي تقتضي أن نحن بنتحدى صلى الإحصيات أياً كانت نتيجتها سواء في صالح الأهل أو حتى مش في صالح النادي الأهل يعني تحسي ليك يا زميني محمد يعني أنا أخذ كلام حضرتك ونوضح إحنا دورنا من خلال القناة المديران لأن إحنا دايماً بنعرض للأرقام والحقيقة في كل مصدقية ولما بديجي نتكلم دايماً بنقول لما بديجي نتكلم بلغة الأرقام والإحصيات مرفاش حيادياً يعني ما ننقرش خليك محايد لا إحنا بنتكلم بلغة الأرقام والأرقام دايماً بتبعد كتير جداً عن الحيادياً كان أثير أن الأطول تطرت لا هزيمة مدين الأهلي والزمال كانت 37 عام في الدوري يعني أنا عايز أقول للزميل كم كان رحيماً بالأمر دا لكن فيه طويتش مهم جداً أنا عايز أوضحه أن أطول فترة لا هزيمة مدين الأهلي والزمال كانت في كأس مصر وكانت بالتحديد 56 عام وكانت 37 سنة يعني برقم زميل محمد أتمنى بس حضرتك تكتبه عندك علشان هنراجع الأرقام مع بعض آخر فوز لنادي الزمال كان على النادي الأهلي في كأس مصر كان بالتحديد 24 إبريل عام 1959 في المباراة النهائية انتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وعلشان بنتكلم بلغة الأرقام والحيادية لا نحن هنقول اللي أحرز الأهداف أحرز لنادي الزمالك علي وقسم وعصام بهي وأحرز للنادي الأهلي الكابتن قطاها 12 ما كان آخر فوز لنادي الزمالك على النادي الأهلي في كأس مصر عام 59 النادي الزمالك 78 في المباراة النهائية وفاز النادي الأهلي بأربع هداية مقابل هدفين أحرز للنادي الأهلي كابتن طهر الشيخ الكابتن جبال عبد الحميل الكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده أحرز لنادي الزمالك رحمد الله عليه كابتن طهر بصري والكابتن علي خليل ثم الأقل فرقين في تاني مواجهة عام 1985 كانت في دور الثمانية فاز الأهلي 3-2 أحرز للأهلي حمادا مرزو ومحمد السيد وطاري خليل وأحرز للزمالك كوارشي وفاروق بعطر المواجهة التالية كانت عام 1989 وكانت في دور الثمانية فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك 2-1 أحرز للنادي الأهلي ربيع يسين وطهر أبو زيد وأحرز للنادي الزمالك جمال عبد الحميل في عام 1981 وتاني مواجهة ربعة في الدور وس realistically فاز النادي الأهلي 2-0 وكفرما أحرز للنادي الأهلي الهدفين في نهاية الكأس عام 1990 فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك 2-1 أحرز هدفين نادي الأهلي أيمن شوي وأحرز لنادي الزمالك رضا عبد العادي في نهاي الكأس النصف 2006 فاز الآهلي على الزمالك 3-0 أحرز الثلاثية عماد النحات وعمل مزعب أحرز هدفين 2007 وده كان آخر فوز للنادي الاهلي في النهاية فايز على نادي الزمالك عام 2007 أربعة ثلاثة كان المبرز شهيرة المبرز شهيرة كانت محمد متعب وتريكا والهدفين للشيخ ثم كانت آخر مواجهة كانت آخر انتصار للنادي كانت دور الستاشر عام 2010 وفايز النادي الاهلي ثلاثة واحد كان تقدم نادي الزمالك عن طريق حسين ياسر وأحرز للنادي الاهلي محمد فضل ومحمد أبو تريكا المباراة التي تلعبت على أستاذ القاهرة الدولي تلعبت على أستاذ القاهرة الدولي ثم اللقاء أخير اللي هو كان في 21 سبتمبر عام 2015 يعني يا سيد محمد زمونت لحضرتك زمينيلي محمد من خلال عام فسعة وخمسين حتى عام 2015 التقى الأهلي مع الزمالك في ثمان مواجهات فهذا المادي الاهلي في الثمان مواجهات يعني تتكلم في أطول سلسلة ناهزيمة ما بين الأهلي والزمالك 56 عام وهو كان المقصود بها كأس مصر مش الدوري بس بالعكس كمان تكليك مدة سنوات أطول كمان بالضبط يا كتب سمينيلي محمد حاجة كمان زمينيلي محمد إن دي أطول أطول مدة لا هزيمة ما بين يعني ما بين فريقين بيلعبوا ديربيع دي على مستوى العالم ده رقم قياسي مسجل للناد الأهلي نخليها كلاسكو بقى نخليها كلاسكو تمام الرقم التاني الرقم التاني وده رقم مهم جدا كان الدكتور أحمد ثابت قال مواجهات الناد الأهلي مع نادي الزمالك في بطولة إفريقيا وهو قلد التحديد دوري أبطال إفريقيا عام 2005 لكن الرقم الصحيح إن أول مواجهة ما بين الأهلي والزمالك كانت عام ١٩٩٩ في كأس السوبر الإفريقي اللي أقيم في جواريس بيرج بجارب إفريقيا وكان انتهى بفوض نادي الزمالك بهدف مقابل لشيء أحرزه كابتن أيمان منصور المباراة الشهيرة اللي أعضرها الحاكم باترس متابلة الضبط ساميني محمد واضح لحضرتك أيضا مذاكر كل الأرقام يعني إحنا محتاجين بس نوسق الأرقام في مصر وما نبقاش مسكين لبعض في قصة الأرقام كتير يعني ممكن البعض وهو بيتكلم على الدوري يغلط ويقول الكاس لكن يعني الموضوع القصة بس إحنا بنتكلم في مهنية فمش عايزين ناخد الأمور في سكة أهل وزمالك عشان ما نشحنش الجمهور بالشكل اللي ممكن البعض بيعتقد على السوشيال ميديا إن إحنا أو أغيرنا أو من زملائنا إنه دايما بيلعب على حتة وطر الجمهور القصة بس إنت بتعرض أرقام تاريخية أو إحصائيات بتحاول توصل المعلومة الضيف ممكن قد يصيب قد يخطئ لكن إحنا دايما بالبحرسين على المصداقية والمهنية وبنعرض الأرقام الصحيحة سواء كانت ليك أو عليك لأنه زميلي فاروق لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل بالضبط زميلي محمد يعني كلامنا أيضا مع الدكتور محمد العدل صور محمد العدل وضح وقال لازم نطلع ونوضح ونوضح الأمور بكل حيادية بدون أي تجميل لازم نطلع ونوضح الأمور أكيد فأنا هستكمل مع حضرتك نقطة المواجهات الأفريقية نادي الأهلي مع نادي الزمالك حتى الآن 25 عام نادي الأهلي لم يطلق أي هزيمة من نادي الزمالك في البطولات الأفريقية منذ فوز نادي الزمالك على نادي الأهلي عام 1794 ده ما وضحنا في المغارات السوبر الشهيرة نادي الأهلي التقطع مع نادي الزمالك في 8 مرات فاز المنادي الأهلي في 5 وتعادل في 3 مواجهات دكتور أحمد كانت تكلم على مواجهة 2005 التي كانت في دور نصف النهائي نادي الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف هدفين للنادي أهلي كان عن طريق أعمال مفعب محمد دركات وكان هدف نادي الزمالك عن طريق حزم إمام ثم لقاء الدور الثاني فاز النادي أهلي بهدفين محمد دركات وبالمناسبة طالما احنا قد نتوضح ونقول للأرقام في مباراة الانتاج زميل محمد بفوز النادي الأهل الهدفين مقابل هدف عايزه الله حضرتك نقطة مهمة جدا لأعطي أن حضرتك تتذكرها معاك في جمهور النادي الأهل هتتذكرها المباراة الأولى كانت على مالع نادي الزمالك تمام؟ على سادة الكوليال حربية كانت المباراة الأولى مباراة نادي الزمالك بالضبط بعد المباراة الجهاز الفني للنادي الأهلي فرض عقوبات على لعبة نادي الأهلي لهدفين مقابل هدف في الوقت للجهاز الفني للنادي الزمالك فرض مكافئة إيجادة تمام فيه أرقام تانية فاروق لا ده الأرقام الأمرين اللي كنا حابين لوضحهم سلسلة لازمة من 56 عام تمام في الوصفة أطلاقية 25 عام لم يهدأ النادي الأهلي للنادي الزمالك من فعال 24 حتى هذه النهارة تمام شكرا جزيلا زميلي المعلق الرياضي فاروق صلاح على هذا الإضاحة وكانت نقطة مهمة جدا مهمة نحن نتكلم فيها مع مشاهدين لأنه بتأكيد مشاهدين في كل مكان في مصر والوطن العربي مهم جدا نحن نتحدث معهم في هذه الجزئيات عشان نوضح لأنه بتأكيد أحد الزمالي يعني من كان يتكلم على الجزئيات وكان مهم جدا نحن نوضحها للسادة المشاهدين ودائما للضيوف أو حتى المحللين الموجودين بما بيقول معلومة بتابع على مسؤوليته قدر الإمكان بنحاول نستقصى الحقيقة في ظل كمان أنت هنا في مصر تبقى عندك مشكلة في الإحصائيات والأرقام والتاريخ والحاجات تبقى فيها مشكلة وفيها صعوبة جبيرة جدا إلى أن توصقها أو تتحدث عنها بشكل كبير نتيجة غياب كل هذه الأرقام داخل مصر وكل واحد بيحاول يجتهد قدر الإمكان كابت المنضوح أنا أعتذر لك على المقاطعة في هذه الجزئة وحنا من الكلام عن بطولية الطائرة لكن كان جزئية مهمة عشان نوضحها لكل مشاهدي كناة النادي الأهلي وبصراحة أنت ذكرت حاجة مهمة جدا الأرقام والتوصيق يعني يجب في كل اتحاد وفي كل نادي أنه هو يتوسق الأرقام والبطولات ولذلك في النادي الأهلي في الأستاذ محمود فهمي في إدارة النشاط الرياضي من ساعة ملعبت ودخلت النادي الأهلي هو مسجل الأجهزة والبطولات اللي اشتركنا فيها واللي حصلنا عليها فيعتبر نموذج منفرد وخبرتك أنه بتقدر تأخذ المعلومة منه بيانات اللعيبة بيانات الأجهزة فأتمنى أن يكون برضو موجود في كل بطولة لجنة للإحصائيات وخبرتك موجودة دلوقتي بتاعي اشتغل بالVIS يبقى فيه كمان بصفت ويرد داتا فولي وداتا فيديو يبقى فيه صفحة للبطولة على قناة النادي الأهلي ويبقى على الفيسبوك وخبرتك بيشترك فيها الناس المتخصصة وخبرتك بحيث أنه كل مرش يطلع إحصائيات اللعيبة كل اللعيب حقك عمل نقط الضعف بالستوديو التحليل اللي حدك بتعمله يبقى فيه شرح وافي زي ما حصل في السوديو في بطولة البنات فأنا شايف أنه فيه تطور مستمعي الناس بتكتهد فيه لجان كل لجنة بتعمل أقصى ما يمكن فإن شاء الله تكون بطولة موفقة للنادي الأهلي وعايز أأكد على المعلومة اللي أنت ذكرتها كانت المندوح برضو في جزيات تاريخية دايما أنت مذاكر فيها لأنها تبقى السنائية التالتة إن شاء الله التالتة تالتة تاني مرة نحقق البطولة لتالت مرة لتالت مرة 95 96 97 خدناها تلت مرات مدة تالية وإن شاء الله المرة دي وخبر حتك المرة التالتة من 2017 2018 2019 والجميل في المرة الأولينية كانت في كينيا كوتيفور السنغيل فالثلاث بطولات خارج مصر المصطفة كمان أن أنا كنت في 95 96 كنت مدرب عام الفريق مدرب عام الفريق إن شاء الله أجواء البطولة اختلفت زمانا دلوقتي أكيد أكيد كانت الفرق بتجيب محترفين على المستوى عالي وخبر حتك دلوقتي فيه فرق بتطلع وفرق بتنزل وفرق بتاعتزر فكانت منافسة جديدة جدا كانت بطولة بتاعت ساحل العاج دي وخبر حتك 95 كان فيها 17 فريق كان فرقتين من تونس ترجي والنجم الساحلي على المستوى عالي جدا وكل فرق جايبتين محترفين كان فرقتين من الكامرون فرقتين من النجريا فرقتين من الجزائر فكان البطولة بتبقى صعبة جدا النهاردة بقى كل اللعبة اللي بتطلع من أفراكيا بتروح تحترف خارجي وعشان الأندير تجيبها تاني بقت التكاليف عالية جدا تذكر الترام بقت عالية جدا لولا الاتحاد الأفريكي بيساعد بعض الفرق وخبر حتك وبينظم بطولات دي وييجي عدد كبير 22 فريق في بطولة عشان في مصر ده إنجاز كبير في هذه البطولة وإن شاء الله نشوف بطولة قوية ونقدر نحلل ونقدر نشتغل عليها عايزة باتكلمنا عن الجيل ده اللي انتو عشتم معاه في التسعنات في بطولة أفريقية خارج مصر جيل ده كان فيه هنم سلحي محمد مصلحي الحاليا المدير الفني للفريق الأول للقرى التائرة رجال هو في حمد الصوفي وفي ماجد مصطفى وفي أيمن رشدي وفي محمد عبد الكريم كريمه كان جيل عظيم وفعلا أجيال متتالية بتسلم لبعضيها أنا برضو لعبت بطولة أفريقيا سنة 80 خدناها سنة 83 في أكاديمية الشرط خدناها بطولة الكؤوس سنة 90 و91 آخر مرة شلت الكاز كان 91 في الجزائر 80 كانت أول بطولة أول بطولة أفريقية كانت معمولة برضو للمصطفى كانت أول بطولة تنظم بين أنديت أوروبا وأنديت أفريقيا واشترك كان الفرنسي ونادي سون الكاميروني والنادي الأهل المصري كانت البطولة من 3 فرق فقط والنادي والاتحاد الأفريقي وصقها وحسبها بطولة أفريقية لصالح النادي الأهل طيب إيه اللي اختلف عن بطولة 80 عن 83 يعني 80 اتنظمت في مصر فاس بقى الأهلي 83 برضو فاس بقى الأهلي 83 كانت الأندية كترت شوية وخبر حضرتك وبدأ الزمالك يخش وبدأ أنديت أفريقيا تخش وبدأ أنديت أفريقيا تنتشر والاتحاد الأفريقي بيشتغل وخبرك أنه يوسع الدايرة ويوسع الاشتراك بين الأندية ففي زيادة مستمرة في عدد الأندية والمشاركات وإن شاء الله للأفضل طيب عدم وجود أنديت تونس في هذه البطولة من وجهة نظرك هي البطولة قوية ولا كانت البطولة أقوى كمان بوجود الأندية المنسية والجزائرية لا والأندياة الأفريقية معروفة بالنسبة لتونس والجزائر بتضيف لكل بطولة قوة معينة لأن المنافسة على حتى مستوى المنتخبات بين الأندية دي ويخش معهم الكاميرون بمحترفينها فلا البطولة بتبقى أقوى جدا بس النهاردة فيه أربع أنديا من ليبيا داخلين ونادي السجون الكيني داخل وخبرك مع فرق من أفريقيا بتشارك لأول مرة فلا المنافسة تختلف في عدم وجود تونس والجزائر تمام أنا بس عايز أستعرض مع مشاهدي قناة الأهلي قبل مطلع للتقرير المتعلق بكلام دكتور مهند دمجدي عضو بجل سدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية للقرى الطائرة رجال مباراة النادي الأهلي ستقام على أربعة أيام في دور المجموعات المباراة الأولى غدا إن شاء الله مباراة الافتتاح الأهلي وإنجز الإفواري غدا الاثنين إن شاء الله مباراة يوم الثلاثة الأهلي في مواجهة أهلي طرابلس الليبي ثم مباراة يوم الجمعة والسبت مباراة يوم الجمعة أمام الشرطة البيتسواني ومباراة يوم السبت أمام الأسمنت الأسيوبي دي ترتيب مباراة فريق النادي الأهلي في المجموعة الأولى في البطولة الإفريقية للقرى الطائرة رجال لكن تفاصيل أكتر عن القرعة والاجتماع الفني اللوجرية صباح اليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة نخرج لهذا التقرير بتحدث فيه دكتور مهند دامجدي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية للقرى الطائرة رجال ثم نواصل الحديث مع الكابتن ممدوح إسماعيل عاقب التقرير موسيقى بالنهاردة باليوم كفنظميا الحمد لله إحنا بنصهر على التنظيم وعلى إدارة الموضوع لعواتنا متأخرة بشكر اللجنة اللجنة المنظمة اللي معايا اللي هم قردي 90-95% منهم هم اللي كانوا موجودين في بطولة السيدات واللي الحمد لله ربنا كرمنا بالتتويق فيها برئاسة أخوي الدكتور محمد صراج بشهرهم جدا على مجهودهم الحمد لله إحنا بنتعب جدا في تنظيمه وبنصهر عشان يطلع بالشكل اللي لي باسمه مكانة النادي الأهلي وكمان باسمه مكانة الكرة الطائرة الأفريقية فأنا سعيد على قد بالضغط وعلى قد أن احنا بياخد مننا وقت ومجهود كبير لكن الحمد لله في الآخر النتيجة بتبسطنا وبتريحنا نأمل أن دي تبقى خطوة إيجابية قبل بكرة إن شاء الله كافتتاح البطولة بإذن الله وندعو الناس كلها أنها تشرفنا في الافتتاح اللي هيكون الساعة 7 قبل مباراة النادي الأهلي الساعة 8 مع فريق ساحل العاج وإن شاء الله تختتم البطولة بإذن الله بالتتويج عشان يبقى النادي الأهلي يعني يكمل الطابلو زي ما بيقولوا بالتتويج التتويج وفريق الرجال اللي يفرحنا إن شاء الله زي ما عودونا نأمل أنها تطلع زي ما إحنا خططنا لها بالزبط عشان لو طلعت زي ما إحنا خططنا لها حتكون حاجة لطيفة جدا حتتدي فيباك كويس جدا جدا عن إحنا كشباب بصراحة مجلس الدارة ما بتأخرش عندنا خالص ووفر لنا كل الدعم بديلنا مساحة كويسة أن إحنا نبدع فيها وبعد كده نقعد ونقيم ونتكلم ونعدل مفيش حاجة بتطلع مية في المية ولكن نسبة رضا الناس عن اللي بيحصل بتديك مؤشر أنت وصل لفين ومنها تطلع للأعلى بإذن الله وطبعا نظرة لبعض الأحداث اللي حصلت في المبرال الختمية احنا دلوقتي يشغالين على قدم الوصاق في حيث أن الجمهور يبقى لي تواجد أول ما هيبقى فيه مراسلات ما بيننا وما بين الجهات الأمنية أول ما نوصل للشكل النهائي طبعا هنعلن عنه الجمهور ده بالنسبة لنا هو رقم واحد ولكن في نفس الوقت لازم نتبع التعليمات الأمنية لأن هما قدرأ بأمور كتير جدا ما تنساش أن النادي الأهلي وصارت الأمير عبد الله الفيصل موقع حساس جدا وأي دروب ممكن يعمل مشكلة فإلى الآن الوضع الحالي هو حضور بإذن الله جمعية العمومية أعضاء جمعية العمومية للإفتتاح بكرة وإحنا شغالين على خدم الوثاق ومع الجهات الأمنية وأول ما نوصل إن شاء الله إحنا ضغطين بقوة في الحتة دي لأن إحنا عارفين إن إحنا ما نقدرش نستهنى عن الجمهور في حضور المباريات وبإذن الله بإذن الله في المباريات الأدوار اللي جاية خصوصا النصاب للنهائي والنهائي إن شاء الله الجمهور سيبقى متواجد بإذن الله بالشكل اللي يلي ويكمل الشكل النهائي للبطولة ونفرح كلنا إن شاء الله أهلا بحضركم من جديد والحديث مستمر ومتواصل على البطولة الإفريقية للقرى الطائرة رجال بطولة قوية جدا على فكرة أنا أبدع كل المشاهدين لمشاهدة قناة الأهلي وتحليل على السورة التحليل مع الكابتن خالد العوزي خلال العشرة عام القادمة وجبة تحليلية دسمة في بطولة إفريقية للقرى الطائرة رجال زي ما حصل بالضبط في بطولة الأنسات شفنا تحليل مختلف وشفنا ستوديو مختلف لأول مرة بتقدم في مصر لبطولة إفريقية بتتنظم داخل النادي الأهلي بهذا الشكل الجميل وبعدد الفرق اللي بيزيد كل سنة عن الأخرى كابتن ممدوح وحنا بنتكلم عن الفرق ويمكن ذكرت عدد أو ترتيب المباريات بالنسبة للنادي الأهلي في المجموعة التسلسل المباريات شايفه ازاي وهل في صراح الأهلي ولا التسلسل شايفه ازاي هو أنا مبسوط أن النادي أهلي ترابلس جي معنا في المجموعة علشان ما تبقاش المتشات كلها سهلة لما بتبقى سهلة بتيجي تحصل مشكلة في الأدوار اللي بعد كده وخباراتك وتفاجئ في السيم فاينال ماتش جامد أو في الفاينال ماتش جامد وانت ما لعبتش متشات جامد قبل كده وجود أهلي ترابلس معك في المجموعة ده هيتلاعب ان شاء الله حيبقى على الأول وتاني المجموعة وده فرصة وخباراتك لأن عشان بعد كده هتلعب التاني من شاء الله تتصدر المجموعة الأولى وتلعب التاني المجموعة الرابعة برضو المجموعة الرابعة أنا شايفها أن هي هتبقى أسهل المجموعة الأربعة لأن نادي سموحة واقع في المجموعة التانية مع الاتحاد المصراتي وانا شايف برضو أن هم هينفسوا على أول وتاني المجموعة التالتة استرحلي متصدر الدوري الليبي واخد تسع بطولات في ليبيا ومحاق خمس بطولات في كاس الليبي وبعد نادي أهل ترابلس يجي الاتحاد المستوى الثالث في الدوري الليبي فالمنافسة هتبقى ان شاء الله بين الأهل واسموحة الفرق الليبية استرحلي ترابلس السجون الكيني هيخش مع المجموعة الثالثة ممكن تاني هنشوف هنشوف خلال فيه فرق هال جديدة هتنافس فيه فرق ظاهرة جديدة بيظهر كل بطولة حرصان اسود ممكن يعني يخش في المنافسة هنشوف من خلال البطولة بتبدأ ونحن نقدر نحكم على مستوى الفرق من خلال السجل التحلي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية عدد الفرق متساوي خمس أندية في كل مجموعة لكن المجموعة الثالثة والربعة ستة وستة المتآهل في المجموعة بالتساوي ولا فيه مجموعة بيزيد فيها عدد المتآهلين لا هو بيجي بالقرعة حسب عدد الأندية المشاركة انت النهاردة مشترك 22 نادي فاجيه بالصدفة أن مجموعتك خمس فرق المجموعة الثانية خمس فرق وبيجي المجموعة الثالثة ستة المجموعة الرابعة ستة بيتخذ أول وتاني من كل مجموعة عشان يبقوا ثمان فرق الأول بتاع المجموعة الأولى بيلعب تاني المجموعة الرابعة وهكذا والأول بتاع المجموعة الثانية بيلعب التاني بتاع المجموعة الثالثة والعكس الصحيح عشان يوصل لدولا 4-4 فرق وبعد كده الفاينال كنت تتمنى أن المجموعة بتاعت النادي الأهلي تكون مجموعة قوية من البداية ولا شايف المستوى يكون متدرج من بداية البطولة تبدأ بالمستويات الأقل إلى أن تصل في الختام للتوب ليفل لو إحنا جمعنا كل الأندية القوية في مجموعة واحدة مش هتبقى بطولة وخباراتك لازم كل البطولة وخباراتك اللي يتحدد مستويات على أسس اختيار الاتحاد الأفريكي في البطولات السابقة والمراكز اللي حصل عليها الأندية السابقة مثلا الأهلي كانوا تصد البطولة فبتصدر المجموعة الأولى عشان هو كمان منظم بيجي التانية على بس مجموعة تانية بيجي التالت على بس مجموعة رابعة فهكذا بيحصل عمل تسلسل في الاتحاد ونظام للتنظيم المسابقة عشان ما بقاش كل الأندية القوية في مجموعة واحدة من وجهة نظرك من خلال استعراض عدد الأندية والمجموعات الأربعة للمنتخبات أو الأندية المشاركة في البطولة ممكن نشوف السيمي فاينال فرق عربية فقط ولا ممكن السجوني الكيني زي ما ذكرتكن هو الفريل إفريكي من وسط الفرق العربية في البطولة هنشوف الله السجوني الكيني في مطشوه وخبر حررتك مع الاتحاد المصراتي مين اللي هيسجل هل هو ولا السوحلي لأنهم الاتنين أعتقد السوحلي حيبقى ييجي في المجموعة الأولى متصدر المجموعة فهنا أنا شايف الفرص الأكبر للأهل واسموحة والسوحلي وخبر حتك للدخول دول أربعة استعداد سموحة للبطولة شايفوا إزاي وهل ممكن يكون المباراة النهائية طرفيها مصري الأهل واسموحة وارد وارد لأن سموحة بقاله كم سنة وخبر حتك سموحة ومجلس إدارة المهندس فرق عامل مصر نشترك المطلات العربية والأفريقية ويخش المربع الدهبي في الدوري وواصل مستوى كويس جدا بيجيب وبيصرفه خبر حضرتك وبيجيب أفرق كويسة بحق نتائك كويسة كذبت الزمالك السنة دي أربع مرات متتالية وخبرك في الدوري وفي الكاس وخبر حتك لا أنا سموحة بيتقالك ومن الأفضل للأفضل وعلى قيادته كابتن طاري الزفتاوي وكابتن خالد ميديا مدير إداري نتمنى لهم التوفيق وأنهم يوصلوا لما بعد دهبي ويبقى اللقاء النهائي أهلي واسموحة ماصفة إن شاء الله طيب بالتأكيد الأهلي بينظم البطولة الأفريقية زي ما نظم البطولة الأفريقية للأنسات وشفنا إشارة الاتحاد الإفريقي وتدعيم الاتحاد الإفريقي للنادي الأهلي في هذه البطولة ورأي الاتحاد الإفريقي على النادي الأهلي في هذه البطولة والتنظيم كبروتوكول وكمراصم وكاستئبال حاجات كتيرة جداً الأهل استفاد بها خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح الأهل عنده كوادر إدارية وشبابية بشكل متميز يقدروا ينظموا بطولات دولية على أعلى مستوى لكن رأي الاتحاد الإفريقي في هذا الحدث تحديداً مهم جداً وبالتالي خلال التقرير التالي نسمع فيه رأي دكتور عمر علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للقراء الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي ثم نواصل الحديث مع الكابتن ممدوح إسماعيل عقب هذا التقرير إحنا بدلوقتي البطولة دي بتمثل مصر الرسالة للعالم من خلال تنظيم هذه البطولة إن مصر بلد آمنة مستقرة جماهرها إنسانية رياضيينها يعني إيه في الرياضة بيلعبوا رياضة وجميع الأخلاقيات فيها من أكبر القلاعة الرياضية موجودة هي الأهدي الأهلي سواء ناس اعتردين ولا دواقها وبالتالي قيادات النادي الأهلي عبر السنين لها ضوابط ولها التزامات بيتوارسوها والأجيال اللي بيربوها ملتزمة بها وبالتالي مش هتلاقي تغيير من عشر سنين لعشرين سنة إحنا كقيادات أفريقية وعالمية من أبناء النادي الأهلي بنلتزم بهذا ويمكن أنت لو تعرف إن اتحاد الكرة الطائرة أكتر بتحاد منظم أو عارف حدوده لوائح العالمية والدخل فبالتالي لما نحب بنتجي رسالة إن مصر بتنظم بطولة يبقى لازم نوجد ضوابط عشان نوجد ضوابط نقول إيه إحنا حنعمل ميزات لمين اللي حنظم وشروطنا هيه واحد اتنين ثلاث اربع مش شرط اللي يدفع فلوس لا اللي عنده الإمكانيات اللي عنده البنية الأساسية بنية الملاعب واللوتلات والأشخاص اللي بيديروا فأعتقد لما بنحط الشروط وكل سنة حنخطها النادي الأهلي تقريباً لما هو بينوي بياخدها ودي أنا سعيد بيها في الكرة الطائرة العالمية كنا بنقاسي إن اليابان على طول بيتلزم بطولة العالم مش عشان هي بتدفع 40 و50 مليون دولار للإتحاد الدولي لأ عشان التلفزيون بتحقها قوي عشان البنية الأساسية عندها ملاعب خطيرة والناس المنظمين فوق الوصف وبالتالي يبقى المنظومة كلها هيلة أنا بقى بقى طبقها في إفريقيا عاوزين نقول رسالة مش بس على الرياضة لا رسالة للميديا للدولة للدول الإفريقية إن آن الأوان إن الرياضة يبقى لابد أن تدار مش بأموال الدولة بأموال الرعاء وبالتالي لازم نشجع الرعاء ومن هنا تانينا نقول هي بيدنج مزاد على مين اللي نظم ولما تعرف إن كنت هتنظم السنة الجاية هتبتدي تتفنن تجيب رعاء الزاي وتشركهم في المواضيع الزاي وهي منظومة الرياضة إزاي تتطور وأعتقد في مصر ابتدى الناس تعي بس أنا عاوز أأكدها للعب الثاني غير بكورة هي بقت هيلة في الكورة لما النادي الأهلي نظم أعتقد إن الدنيا هتحلو الجماهير لها حاج إن شاء الله الضوابط اللي احنا عملينها بالمساعدة الأمن وإزاي الأمن يشتغل جماهير النادي الأهلي كفاية أعضاء النادي الأهلي وضيفهم فنكمل بقى الرسالة ونوعي الناس إن عايزين تشكيع جميل غير خارج مش عايزين تجاوزات واللعيبة نفس الكلام اللي هم ما تعملوش إصارة مش عاوزين حد يحتاج إحنا عندنا ضوابط جواه التحكيم اللي بيحتاج خارج النظام له ضوابط إن شاء الله المنظومة دي هتساوي رياضة أخلاق رعاية ودي الرسالة نقول للعالم كله إحنا بننظم فينا للأهلي في مصر وبالتالي إحنا الإشعاع اللي مطلوب الناس يسمع عليه أهلا بحضراتكم من جديد وإحنا بنتكلم عن البطول الإفريقية للقرى الطائرة والدكتور عمر علواني رئيس الاتحاد الإفريقي وانا يب رئيس الاتحاد الدولي استفاد في الحديث عن أهمية تنظيم هذه البطولات وانا الفكرة في البداية إن النادي الأهلي ما بينظم البطولة هي الفكرة مش للنادي الأهلي بس هي الفكرة لمصر لأنك لما بتستعبل 22 نادي أو 21 نادي بالإضافة للنادي الأهلي فده حاجة كبيرة ومن فرق إفريقية من الكنغو من زنبابوي من أسيوبيا ولاية ديتشا موجود من كوديفوار في فرق كتير إفريقية موجودة في مصر على حس وإن في بطولة إفريقية بينظمها النادي الأهلي ده بالتأكيد حدث مهم جدا لكن كابتن مبدوحنا بنتكلم على البطولات الإفريقية زروا قدامي إحصائية جميلة جدا بصراحة ويبدو أن لغة الأقام بالفترة دي مهمة ونحن بنتكلم عليها سجل أبطال إفريقية للرجال منذ بداية حتى هذه اللحظة النادي الأهلي حقق 13 لقب للبطولة الإفريقية للقرة الطائرة رجال ثم يليه الصفاقسي التونسي لكن من بعيد 6 ألقاب يعني 7 ألقاب لصالح النادي الأهلي ثم الزمالك 5 ألقاب التراج التونسي 4 ألقاب الإفريقية التونسي 3 ألقاب النجم الساحلي والمولدية الجزائري لقبين ناصر حسين ضاي وطلائع الجيش لقب إفريقي وحيد كابتن مبدوحي يعني 13 لقب إفريقي ده بيعبر عن تاريخ كبير أو لنجوم أسام كبيرة في الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي حقيقة ده إنجاز كبير وتاريخ كبير بيبدأ من سنة 80 لأجيال متتالية لأجهزة فنية المجالس إدارات متتالية جهد جهد كبير جدا طبعا أنا بشكر الدكتور عمر على الكلام اللي قاله دلوقتي في الحديثه إنه هو تملي بيطور تملي بيشتغل لصالح مصر تملي بيدي لصاحب الحق حقه علشان نطور برياضة المصرية ونوصل بيها دي العالمية وأنا شايف إنه ممكن كمان حيستضيف كاسر عالم للنشيئات السنية دي زي ما استضاف كاسر عالم 23 سنة السنة اللي فاتت فده يعتبر في تاريخ مصر إنجاز كبير الحاجة اللي عايزة أوضحها يمكن ليه أصدقاء سواء أجهزة فنية ومدربين ولعيبة في نفس الوقت بيخش على صفحتهم على الفيسبوك بهم متصورين في الهرم وهم متصورين في النيل وهم متصورين على معالم مصر الأسرية حاجة جميلة وحاجة تفرح من اللجان بيغضوهم في الأيام الراحة وفسح وخبال حتك ده سمعة كبيرة لمصر ولسياحة مصر كلنا نبدأ نشتغل علشان في الآخر نظهر بصورة كويسة والنادي الأهلي عظيم عظيم برجاله بلجانه بمجلس إدارته فربنا نوفق إن شاء الله وتكون البطولة باكم 14 زي ما حالتك ذكرت الحاجة اللي احنا نتمنىها يا ربي خلالي السنوات الجاية تحصل كاس عامل أندية يعني كاس عامل أندية يبقى دائما عندهم تحفظات على فكرة إن في أندية إفريقية تشارك معهم لكن لما تستطيع ببطولة إفريقية أو بطولة قصد كاس عامل أندية للقرى الطائرة في مصر ده حدث كبير جدا يا كابتون مدوح هو بالضبط كده يمكن اتوعد إن شاء الله بعد البطولة اللي احنا حنلعبها دي إنها حننظم بطولة عامل أندية ويمكن ده وعد من التحدي الدولي وفي قيادة الدكتور عاملواني بيحاول ياخد تنظيم البطولة دي كان يمكن السنين اللي فاتت تشتركنا أكتر من كذا مرة وحققنا برضو وماتشات كويسة بس هو فرق الإمكانيات فرق كبير وبقت البطولة تجارية بحتة لأن الرعاة بيخش وياخدوا فرق لأن بيبقى الماتش إكوال بين فرق عالمية وإحنا بيعتبر إن أول أفريقيا دوات بيعتبرونا العالم النامي ده بيحسبونا عشوط ده حقيقة هي وعمل البطولة عشان يكسب منها فبيعتبر ما بيكون ماتش 3-0 بين أول العالم ومثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في أمريكا الجنوبية فبيعتبر ما بيجيبش أرباح فبالتالي الاتحاد الدولي يجي قال لك الفرق اللي بتكسب أفريقيا ممنوع الدخول فريحنا بنحاول نرجعها تاني ونحاول ممكن نزود بمحترفين وندعم الفرق وخبار حتك فإن شاء الله فيه شغل على مستوى عالي ونحقق الإنجاز الكبير والرقم الجديد اللي هو البطولة رقم 14 وده حلو جدا لأنك كمان أنت تعمل رواجل الرياضة المصرية دي حيئة يعني أنت لما يجي لك فرق عالمية وفرق أوروبية أو فرق من أمريكا الجنوبية يحضروا هنا في مصر كاسعالم الأندية حدث رياضي أنا بعتبره ما يقلش عن حدث في كرة الخدم بس أنا بحاول أشوف الفرق اللي وصلت للعالمية إيه وحقق الطفرة في رياضة يمكن في إيطاليا لما طوّرت الدوري الإيطالي وبدأ يشترك كل أحسن لعب العالم في الدوري فعلا من الفرق الإيطالي رجع تاني ورجع ينفس بشدة وحقق بطولات كبيرة برضو الدور الروسي في فترة من فترات الدور التوركي في فترة من فترات يعني بيفيد المنتخبات القومية بتاعت الدول اللي هي بتعمل احتراف حقيقي ورعاب ناس كلها بتشتغل عشان تحقق نتائج كويسة هنا برضو نفسي نستفيد من هذه التجارب ونبدأ نحقق ويبقى فيه احتراف يمكن البطولة اللي فاتت في البطولة الأنسات أما أربع عندها مشتركة سبورتينج والأهلي والشمس والصيد دي مجالس إدارات بتاخد قرارها وتقف فرقها وممكن البطولة اللي جاية تدعم بمحترفين ممكن يشتغلوا من خلال النشئين على مدار السنين اللي جاية لا الرياضة شيء ممتع وجميل جدا أهم حاجة مجالس إدارات يهتموا بدعم الفرق والألعاب علشان نوصل للمستوى العالمي أستغل ودك ما يقتر من كده خلاص احنا في الجزء الأخير من برنامج الأهلي الليلة وعزين نتكلم أكتر عن فرقتنا فرقة النادي الأهلي أبرز الأوراق الرابحة في النادي الأهلي استعداد الكابتن محمد مصالح ميدو ودايما كده بيبقى ليه حالة خاصة قبل البطولة وأثناء البطولة تركيز عالي جدا مش عشان يكسب مطش عشان ما يخسرش شوت إن شاء الله النادي الأهلي عمل معسكة في بولندا يمكن كابتن ميدو بقاله فترة جيدة مع الفريق ومحاق إنجاز كبير إن هو خبر حتك يعمل السنة اللي فاتت سلسية وإن شاء الله ياخد السنة اللي السلسية خد يمكن كسب مصر قبل ما يسافر المعسكة في بولندا ويمكن الماتش خلص الفينال مع الجيش كان ماتش قوي وكسبنا 3-0 ودي ممكن الماتش خلص من هنا وعلى طول سافروا على المطار وخبر حتك وسافروا على بولندا عشان يبدأوا يلعبوا أربع ماتشات هناك وعمل تمامين صبح وبعد الدور ولسه رجلين أول مبارح ودخلين القوتل مبارح مجهود كبير الناس ممكن ما تحسهوش بس الرياضي واللي بيشترى في المجال الرياضي يحس قد إيه اللعيبة والأجهزة الفنية بتضحي بوقتها وبأسرها علشان يحققوا بطولات وإنجازات تضاف لتاريخ النادي الأهلي والمنتخباتنا وهيطلعوا من البطولة دي على منتخب مصر عشان يشتركوا في كاس الأمم الأفريقية في تونس لا يعني احنا عندنا أبطال ويستهلوا الدعم ويستهلوا نحتفل بيهم وإن شاء الله يتواجوا بالبطولة الرقم الأربعة عشر والثالثة على التولي إن شاء الله قبل الخطفة التفاصيل الفنية وأبرز الأوراق الرابحة في صفوف النادي الأهلي نخرج لهذا التقرير نسمع فيه كلام الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير عام المنشاط الرياضي في النادي الأهلي ثم نواصل حديث مع كابتن ممضوح عقب هذا التقرير طبعاً هو زي ما بقولت مالي الصدمة الأولى بتكون هي استقبال الفرق والمنظمين وتسكنهم وبعد كده الحفل اللي هو بتاع التكنيكل ميتينج اللي احنا فيه النهاردة بتبقى دي الانطباع الأولاني والحمد لله الرضا بان على الجميع زي ما حضرتك ذكرت على لسان مصر موريكيتا ناب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس لجد الاحتكام بالزبط وقال شكراً أقطع من المرة بقول إحنا اللي لازم نشكر النادي الأهلي عن أنه هو بينظم فده بيضعف من مسؤوليتنا وإحساسنا بالمسؤولية أن احنا نكون عند صخط الاتحاد الأفريقي بقول وزي ما أشرت من خلال كلمتي إحنا النهاردة بكرة فريق كرة الياد مسافرة عشان يشارك في السوبة الأفريقي في المغرب الفريق قدم بيلعب فريق سانداون السابتك جاي في الدور الثمانية فريق الباسكت بيلعب فريق سموح في الدور الثمانية أيضاً في البطولة الأفريقية ولسه فائز الكرة الطائرة سيدات بالبطولة الأسبوع اللي فات يعني جميع المحافل الأفريقية الحمد لله إحنا مشاركين فيها واحتضرنا هذه البطولة نتملنا تتويق فريق الرجال بهذه البطولة من الناحية الفنية واللي بيرضينا أكتر هو أن بعد البطولة ما تنتهي ناخد رأي الناس اللي يشكك فيها في التنظيم البداية يجب أنها تكون أحسن منها كلها وبإذن الله إحنا قادرين على هذا بالرجالة بتوعنا ورجال النادي الأهلي اللي إحنا بنتعلم جيل ولا جيل وبنعلم الناس اللي بعدين هزا ما احنا نتعلمنا من الناس اللي قابلينا فأرجو من الله أنه نقدر ونكون على حسن ظن الجميع في تنظيم هذه البطولة أعتقد من حيث تكوين الفريق كلاعبين أعتقد الحمد لله يعني النادي يوفر جميع التدعمات لهذا الفريق في بداية هذا الموسم لجوم مصر والمنتخب موجودين كلهم في فريق النادي الأهلي كلهم لعيبة بالضبط على المستوى سواء عنصر الخبرة أو أيضا تم تجديد دم الفريق بوجود مزج ما بين الشباب والخبرة والقيادة الفنية لكابتن محمد مصرحة يعني تالت سنة مع الفريق يتسم بالخبرة وقبل كده يعني سبع سنين أو ثمان سنين كان مدرب للفريق فأعتقد أن الجهاز الفني عن أعلى بمستوى سواء الفني أو الإداري أو الطبي يعني حقيقي فريق يحتز به في كل حاجة يعني وأعتقد أنه هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة بإذن الله عشان نهديها لجمهير نادي الأهلي أهلا بحضركم من جديد بعد هذا التقرير واللي تحدث فيه الكابتن رؤوف عبدالقادر عن المشوار الإفريقي في كرة طائرة رجال وفي كرة اليد رجال وفي فريق كرة القدم أحداث إفريقية عديدة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لكن المهم إن شاء الله بإذن الله هو التتويج بكل هذه البطولات في ختام هذا المسيح كابتن ممضوح الأوراق الرابحة في النادي الأهلي وأبرز اللاعبين في هذه البطولة الإفريقية في النادي الألف مع الكابتن محمد مسلح ولا يستفيد بيهم بشكل قوي في هذه البطولة هو يمكن أول بشكر الكابتن رؤوف على المقدمة وعن البطولة وفي نفس الوقت المجهود الكبير اللي بيعمله دارة النشاط الرياضي في جميع البطولات على جميع الألعاب مهم جدا بفيل الكوادر دي والخبرة دي موجودة جوة النادي الأهلي نستفيد من خبراتهم وبشكر مدام عز حافز فعلا مجهود كبير جدا وهي اللي بتعد الاستوديوهات التحليلية وهي اللي بتقدم وجهة مشرفة للقناة النادي الأهلي بشكرها نرجع تاني لسؤالك اللعبة والأوراقة الربحة يمكن عودة النجم عبدالله عبدالسلام من السنة اللي فاتت ومع أحمد صلاح كانوا مؤسرين جدا عما تركوا النادي الأهلي وراحوا نادي الجيش حققوا مع نادي الجيش البطولة الأفريقية الوحيدة اللي حقق التلاقع الزبط عما رجعوا تاني الميزان يعني اتعدل خلاص يعني هو دول ولاد النادي الأهلي ما ينفعوش يبطلوا برا نادي الأهلي يمكن محمد مسلحي قدر ان هو يرجعهم تاني وفي نفس الوقت عاملين كافة النادي الأهلي بالنسبة لأي فرقة سواء محلي أو أفريكي بيرجعهم الفرقة مع نجمين مصرف مركز ثلاثة عبدالحليم عب ومحمد عادل وأطول اتنين سنتر بلوك على المستوى الأفريكي نجوم مركز أربعة عودة كابتل محمد عبدالمنعم من إصابته بعد بسنتين في بطولة أفريكيا في تونس كان حصل في المباراة نهائية وضروف وخبار حضرتك وربط صديبي الراجل من ساعتها بيعمل تأهيل وفي المعسكر هو عمل معسكر كويس وإن شاء الله يرجع المستوى تاني وشوفته في نهائي كاسب مصر كان عمل ماتش كويس مع وجود أحمد عبدالعال في مركز أربعة مع وجود المحترف في مركز أربعة لبرو محمد معوض مع محمد رمضان عاملين إحلال وتجديد وشباب الصغير بيتعلم من الكبير موجود حسامي يوسف بعد ما كان الأول كابليميكر في النادي الأهلي وكان شهر في النادي الأهلي مدة طويلة جاء عبدالله اللي اتنين بيلعبوا والي اتنين بيكملوا بعض موجود عبداللاطيف عثمان في مركز ثلاثة مع عبدالحليم بيتعب أو محمد عدد بيتعب بيخش مكانهم عبدالرحمن سعودي ولد صغاية من الشرطة جبناه برضو في مركز ثلاثة بقى حقيقي النادي الأهلي محمول رقوف ابن الكابت نعوف عبدالقاد رجع برضو من نادي الجيش السنة دي وخبر حدرك مع النادي الأهلي بقى يعني النادي الأهلي بقى عنده خبرات كبيرة النادي الأهلي بقى التتويج إن شاء الله في جوع بيته نمسك الخشط ده مطخب مصر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هو خد يتكس مصر وعلى أبواب يحقق الدورية إن هو فارق في الدورة بالنقاط فإن شاء الله يجمع بسلسية ونبرك لهم على البطولة وربنا يوفقهم إن شاء الله فيه إجاز كده فارق سموحة أبرز اللاعبين الموجودين فيه اللي هيتقلقوا في هذه البطولة على الواقع الربيحة يعني أنت كلمت في أسامي قيمة كاملة في النادي الأهلي ده حقيقة بالمقارنة بسموحة لأنه الفارق بصري برضو بيهمنا أنه يوصل للختام ويكون مع النادي الأهلي في النهائي هو حالي بقى المنافسة بينه وبنادي السوحلي وأهل ترابلوس وخبر حضرتك على مين اللي يوصل فاينال مع النادي الأهلي يمكن النادي سموحة عمل إنجاز كبير اشتراكوا المستمرة في البطولة الأفريقية زي ما ذكرت قبل كده فيه لعبة على مستوى عالي جايبين برضو محترف في بليميكر جزائري الولد بقى له أكتر من سنة وخبرك مع الفريق فإن شاء الله يعملوا موسم كويس وصانع العاب الجزائري لفريق سموحة أمير 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 فعلا هو لعبة إمكانياته كويسة وده فعلا النادي سموحة تأثر به لما حصل له إصابة لما عدم اشتراكه في المتشاط بعد المتشاط الدوري والكاس وخبر حتك فإن شاء الله بعودته يمكن يدي سوك النادي سموحة مع العيبة أدهم ولعيبة كتيرة جدا وخبر حتك منصور ولعب مركز اتنين هشام وخبر حتك فلا يعني هي فرقة كويسة وإن شاء الله يحققوا مع خالد الفيومي إن شاء الله بالتوفيق ليهم أكيد كل التوفيق رب للفرق المصرية في البطولات الإفريقية في كل الألعاب الجمعية والفردية إن شاء الله والختم إن شاء الله أنا أتمنى يكون النهائي مصري بين الأهل واسموحة وكل التوفيق رب للنادي الأهلي لتحيي هذه البطولة بشكل كبير جدا إن شاء الله أنا متشكل لحدك بشكرك بشكرك قناة الأهلي العكس نال اللي بشكرك على هذه الإطلالة وهذه المعلومات القيمة اللي خدنا من حضرتنا ربنا يخليك أفن ربنا يخليك الله يخليك كانت فقرة مهمة جدا نحن نتكلم خلاص بقى في ليلة البطولة الإفريقية لقرة طائرة رجال ساعتها قليلة جدا للعدة التنازل لفتتاح البطولة بدعوكم بكرة إن شاء الله وجبة قروية لكن قروية يعني بإطار الكرة الطائرة للستوديو التحليلي مع كابتن خالد العوضي بإذن الله غدا لنفتاح الساعة السابعة مساء المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام إنجلس الإفواري في الساعة السامنة مساء إن شاء الله بطولة إفريقية تكون موفقة وأجمل ما في هذه البطولات والله بجد وأنا بحضرها حتى فصالة الأميرة عبدالله الفصل مش فكرة الإنجاز والفوص بالبطولة لا أجمل ما في هذه البطولة الكوادر الشبابية ولاد النادي الأهلي أعضاء النادي الأهلي اللي دايما لهم دور كبير جدا في المراسم في البروتوكول في التنظيم في استقبال الوفود كوادر شبابية وإدارية ورياضية داخل النادي الأهلي تستفيد بها مصر خلال السنوات القادمة في تنظيم أكبر البطولات الدولية وده هدف وده الرسمة اللي دايما النادي الأهلي بيهتم بها في إطار عائلة النادي الأهلي بالاستفادة بالقبرى البطولات القرية والدولة اللي بتنظم داخل مصر نقدر إن شاء الله كل التوفيلي الآلي في افتتاح هذه البطولة والبداية القوية إن شاء الله في البطولة الأفريقية للقرى الطائرة رجال وإلى هنا نصل لمسك الختام في هذه الفقر الحوارية الثانية من برنامج الأهل الليلة ونلتقي معكم إن شاء الله خلال الفترة القادمة وكل التوفيلي رب للنادي الأهلي في جميع القطعات سواف كرة القدم الطائرة في كل العاب الفردية والجماعية ولا ننسى إن شاء الله خلال الشهر القادم بطولة الصبر الإفريقية أيضا في كرة اليد بين الأهلي والزمان شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة